وقال لها انه حكبه من فصيلة نيدو بوز وقال لها انه ماشي الصبح وجالها علشان يحييها ورحبت بيه وشقرها على اكلها اللي قدمته له بقالها اسبوع وخلاه يكتب كويس ولما سألته على القناع فقال لها انه اشتراها من الارض الجنوبية وقدمت له الطعام وحبه جدا وشقرها وعرف اسمها وعرف انها حفيدة شيرو وقال لها انه بقى عنده طاقة يكتب وسبها ومشا قالت اويل جينجي ان الموظفين تنجن بس اللي بيقولها واقترح جينجي عليها تعمل انواع من الحلوة وبدأت تحضيرها بالفعل علشان يدقها جينجي وفاجأة بتوصلها بنته وقالت انها شمت رائحة الفصولية عندها ولما دايت اكل قوي عجبها جدا ان درجة انها ادت لها كورتها كهدية وسألتها البنت عنها هي مين فقالت قوي انها بشرية وقالت انها جات علشان تسدي دين جدها ولما سألتها البنت ليه مش عايزة تتجوز السيد الغول فقالت انها مش هترضى بالامر الواقع ولازم تكتهد وتتعب ولما زرها جينجي وحكت له على البنت اللي زرتها قالها انها من فصيلة اراشي والكرة اللي قدمتها لها اسمها تيماري وبعدها فجأة المطعم اتمال بالزباين جدا وعدد الناس كتر قوي وقالت اوريون ان السبب هو كتاب تحقبوا عنها في الجريدة وشكرها فيها ومدح طعامها الجميل وقال انه هيزورها تاني اكيد وقالها المحاسب انها تواصل عملها على نفس اللي بيحصل وقالها ان القصر الامبراطوري لما قرأ اللي في الجريدة ان قوي هي اللي تطبخ للأسرة الملكة في الذكرى السنوية الخاصة بيهم وقالها ان زوجة الحاكم رتسوكو من العالم الحقي هي اللي طلبت ده ويمكن ده من اشتياها للأكل العالم الحقي وقابلت قوي المهمة وبيجي تاني يوم وبتتمنى قوي يتحضر أكل للأسرة الملكة يكون لذيذ لكنها استغربت ازاي واحدة من العالم الحقي تتجوز حد من العالم الخفي ويطرى عمرها كام دلوقتي وقالت ان ما قدامهاش غير انها تسأل مدير الحسابات وفجأة بتلاقي قطة الاياكاشي وهم حوالين مدير الحسابات وهو فرحان بيهم جدا وتفاجئ جدا لما شاف قوي وقالت له ولا كأني شفت حاجة وقالت له انه من الواضح ان هو بيحبها وقالت انها كانت بتطعم فصيلة الكابة في العالم المرئي وامرهم بياكيا يرجعوا للأنابيب تاني وقالت له انها كانت عايزة تسأله على الزوجين من العائلة الملكية علشان تقرر هتحضر لهم اكل ايه وفجأة بيزور اكاتسو قوي بلاي بياكيا عندها واستغرب جدا وسألت قوي بياكيا عن الزوجة فقال لها انها شافت جزها في العالم الحقيقي وكانوا بيخرجوا سوا في موعيد غرامية على الطراز الغربي وقالت انها ممكن تحضر لهم اللحمة على الطراز الغربي وقال لها جينجي انه هيساعدها ويجيب لها الاكل من سوق النوادر الاجنبية المقامة على الارض الشرقية وشكرها بياكيا على الطعام وسبها ومشا وطلبت قوي تروح مع جينجي لسوق النوادر وقال لها انها لازم تستازن من السيد الغول الاول ولما قالت للسيد الغول قال لها انه كان نفسه يكون معاها لكنه لازم يحضر اجتماعه اللي تلهاي تشوف مدينة يوتو ودول الاياكياشي اللي بيحكموا الاراضي العالم الخافي التمانية فقالت له ما تقلاش ايها السيد انت زي جدي فقالت له لا انت اكبر بمئات السنين لكنها تقصد ان هو بتصرفه زي جدها وقالت له انها عملت له صندوق اكل لانه كان هيوافق على ذهبها للسوق لكنه رفض وهي هترجعه لكنه قال لها خلاص وجاب حاجة من درجه وقرب لها ولبسها لها وقال لها كده موافق وقال لها خلي الحجر دا دايما معاكي ودايما خليكي مع جينجي طوال الوقت وفجأة بيظهر رعده بتخاف جدا قوي بتفتكر ذكريات طفولتها وبينور لها التميمة السيد الغول وقال لها ما تخفيش ابدا وفضلت مسكة في هدومه وبتصحى قوي تاني يوم وبتلاقي صندوق ورسالة بيشكرها السيد الغول على الطعام بتاعها وبيطلب منها ترجع الفندق بسرعة وقالت انه بيخاف عليها جدا كأنها بقت مسؤولة منه وسألوا بياكيا طالما انت قلقان عليها ليسا محتلها بالخروج فقالوا لانها مش محبوسة ودي رغبتها وبتوصل قوي للارض الشرقية وبتلاقي حود بيطير وناس كتيرة جدا في السوق وقال لها جينجي ان دا مبنى سوق النوادر الاجنبية وبشير جينجي ليها الشوكولاتة ولقت التوابل وجاب لها الارض بالكاري وقال لها انه عارف انها بتحبه ولما خلصوا قال لها ان الغروب بيفكروا بأيام عمله القديم في الارض الجنوبية وافتكرت قوي ان السيد حقب وشترق ناعه من الارض الجنوبية وفجأة قوي لقت بنت بتتحك لها وفضلت قوي تجر وراها ونيمت البنت قوي بقوتها وبتصحى قوي فجأة لقت نفسها محبوسة في مخزن ومروحة التنجو ضيعة منها وفضلت تزحق وتضرب في المكان وحد بيقول لها من فوقها تفضلي هنا يومين لحد ما تخلص مراسم الاسرة الملاكية وقوي بدأت ترتعش وخافت جدا وبتفضل قوي تعيت من خوفها وبتفتكر ذكرياتها وهي صغيرة وساعتها ظهر لها الاياكياشي ومسك اديها وبتفضل تتصرب لها المية ونورت التميمة وبتحاول تخرج بقوتها لكنها بتقع وبتفضل تستنجد بأي حد لكن المية بتوصل لارتفاع كبير وفجأة بتنور التميمة وبتلاقي السيد الغول انقذها وحضنها بعدها بيوم بتفوق وبتسحى بسرعة وبتسأل على الساعة وقالوا لها ان هم الظهر وقالت انها لازم تستعد علشان الاسرة الملكة وقالت لها كاسوكا ان السيد الغول ساب اجتماع ليلة الهايتشو في مدينة يوتو ورح لها علشان ينقذها وقالت كاسوكا ان هم اكتشفوا اللي حبسوها وهم الدارومة مساعدين الطباخ وانهم حبسوها في غرفة تحت السوق وبيعتذر الطباخ للسيد الغول على اللي عملوه الدارومة وانه عارف اللي عملوه ده من حبهم ليه مش اكتر وانه هو هيستقيل من عمله ودخلت لقوه ومنعته منه هو يستقيل وقالت انه هو لو استقال مش هتعرف تاكل اكله اللي بتسمع عنه انه هو لذيذ وفضل يضحك السيد الغول على افعالها وطبتها وضحك الطباخ وقعت من التعب وسندها جنجي ورجع لها السيد الغول التميمة وقال لها ان هي اللي عرفته مكانها وقال الطباخ انه هيحضر وجبة كاملة اليوم لعروسة السيد الغول مجانا كهدية ليها وطلب منها السيد الغول ترتاح وهو هيعتذر للأسرة الملكة لكنها رفضت واثرت تعملهم الاكل بنفسها وعلى الرغم ان خطتها للطعام اللي كانت هتحضره بازت لكنها هتقدم ما في وسعها وعرفت من جنجي ان هم هيحضروا الساعة ستة ونص وقال لها السيد الغول ان الطعام اللي قدمته له قبل كده كان جميل وقال لها الطباخ انها ممكن تاخد اللحم من مطعمه واعتذر لها جنجي لانه ما خدش باله منها كفاية وقال لها اكيد كنت خايفة وجعانة وانتي محبوسة في المخزن وبدأت اوي في تحضير الطعام للأسرة الملكية وحضرت اصناف كتير جدا من الحلوة حتى الشوكولاتة دلتها وكانت حاسة انها سخنة واخيرا وصلوا الزوجين افراد الأسرة الملكية وشكرهم جنجي ان هم اختاروا المطعم يحتفلوا بيه في ذكر زواجهم وبدخلوا المكان وبيبدأوا في تحضير ليهم الطباق الاول وبعدها الطباق التاني وورا الطباق الاساسي واول ما شافته الزوجة ودقته كانت هتبكي وقالت انها عادت لها الزكريات وقدمت لهم اوي الرز وهم مبسوطين جدا وعملت لهم صلطة الفواكه وهم سعداء بتقدمها لكن فجأة اغمى عليها من الحمى وبيعتذر جنجي للسيد الغول على اللي حصل في اوي وقال له ما تقلقش انا اللي طلبت منك ان انت تهتم بيها وقال له جنجي ان افراد الأسرة استمتعوا جدا بالوجبات وشكروها ولما سألوا السيد الغول هل ممكن الدارومة هم بس المسؤولين على اللي حصل لها فقال لهم في حد استخدم تقنية الشلل عليه علشان ما يتحركش لما كانت بتجري اوي واكيد الدارومة ما يعرفوش يعملوا كده واكيد فيه اياكاشي قوي هو اللي ساعدهم وبتسحى اوي وبتصوت انها اكيد زعلت افراد الأسرة الملكية منها وقال لها جنجي ان كل حاجة مشت تمام وكانوا مبسطين جدا لما مشوا ولما بتفوق اوي بتسأل جنجي يا ترى مين البنت اللي من فصيلة القراشي اللي شافتها وانها نفس البنت اللي فضلت تجري وراها وده تحت تأثيرها وبدأت توصفها له فتخض جنجي وحكى للسيد الغول بيروح بياكيا ل اوي وبيشكرها على اللي هي عملته مع افراد الأسرة الملكية وقالت له انها تفتح المطعم في الغد ودت له اكله ويأكل قطة الاياكاشي معاه وقال بياكيا لجنجي انه ممكن اوروريا ليهم علاقة باللي حصل في اوي بتروح رتسوك الزوجة لقوي تاني يوم وبتعتذل لها اوي انها مقدرتش تودعها لكنها قالت لها انها عارفت اللي حصل من بياكيا وانها حضرت علشان تديها الوشاح ده كهدية لها وان جميع النساء في القصر الامبراطوري بيلبسوه وده كعربون شكري على طعامها وبدأت تسألها اوي ليه اخترت تتجوز واحد من العالم الخفيفة فقالت لها انها كانت بتدرس بعيدة عن اهلها اللي كانوا في نجا زاكي وكانت بتحب الكتب جدا وبتزور المكتبة كتير جدا وشافت ساعتها نوين اللي كان بيروح للعالم المرئي وقد وقت كتير جدا سوا وحبه بعض لكن للأسف اختفى فجأة من غير ما يقول لها وبعدها قسرت عائلتها كلها في الحرب وبقت وحيدة بعدها ظهر لها نوين تاني واخد بيديها واتجوزه وعاشت معاه في العالم الخفي وكمراعاة ليها بيغير شكله علشان يناسب عمرها لان عمر الاياي كاشي اطول بكتير جدا منهم فقالت لها ريتسوكو وانتي ما تعرفيش ايه لا يحصل في المستقبل وخلتها تلبس الوشاح وشقرتها قوي على الهداية الجميلة وبترجع الزبايين المطعم وبتقدم لهم قوي مكرونة السومين واخر اليوم بيروح لها سيد الغول وطلب منها يأكل المكرونة وبعد ما قدمت هالو شقرته قوي على انقاذه ليها من المخزن نام في مطعم ظهرة القمر وحاولت تأييمه من المكان لكنها استسلمت في الاخر وغطته وبتفتكر قوي لما كانت محبوسة وهي صغيرة وانقذها الاياي كاشي ولما مشى قالها انه هيقابلها لما تكبر وبتصحق قوي من النوم وبيأكل الجميع من مخبوزاتها حتى ساسكي اللي ما بيحبش المخبوزات عجبته جدا وقالت قوي انها معزومة في فندق تينجين على الوكبر الرئيسية النهاردة وعرفت ان السيد الغول هيسافر للعالم المرقي لمدة خمس او اربع تيام وبيصادفها كل العاملين في الفندق وبيرحبوا بيها وبتعرف عليها الراكون تشياكي وبيسلموها غرفة ليها وبتعجبها قوي جدا وبتروح قوي علشان تستحمها وبتدلها تشيزونا رباط شعارها تستعيره وبتشكرها قوي وبتخلي تشيزونا بتعويزتها رائحة الحمام جميلة ولما بترجع لغرفتها بيقول لها السيد الغول انه جاي يقعد معاها وقال لها ان مهارات تشيزونا بتخلي الجميع ييجي الفندق علشان حمامها المميز وبتبدأ تاكل مع السيد الغول وهي سعيدة جدا وبتاكل السمك وبعدها الخضار وقالت هي فهمت ليه الطباخ بيعتزب أطباقه وقال السيد الغول انه هيسافر للعالم المرئي ويداها لوح المراسلات لو كتبت عليه اي حاجة هتوصله وقال لها ترسله في اي وقت وبتودعه قوي وجميع الموظفين في تينجين ووعدته انها تعمله الاكل اول ما يرجع وفجأة بيظهر الراكون وبيقول فيه مصيبة عالو وعرف جينجي انها توري من مكتب استقبال فندق روريا جاه ومعه شخصتين